شبكات محسوبية نهب إيرادات وجنود أشباح خلاصة مشهد الفساد في اليمن الفساد الذي اتسعى بقوة وفق مركز دراسات محلي مع ظهور ما يسمى باقتصاد الحرب الذي أنتجته قوى محلية وإقليمية وستفاد منه مسؤولون وقادة عسكريون ورجال أعمال صاعدون الصراع الدائر في اليمن وفق مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية جعل موارد الدولة بيد أطراف كانت مجهولة في الماضي وشكلت شبكات فساد جديدة تعمل بالوكالة لصالح أطراف محلية وإقليمية فميليشيا الحوثي أضحت تتحكم بتوزيع وبيع الوقود والجمارك والضرائب في مناطق سيطرتها حيث يقوم تجار تابعون لها بالتحكم في استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة ومبيعاته في أسواق محلية غياب الشرعية في المناطق المحررة أدى إلى تحكم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا بأهم منشاءات الطاقة في حضر موت وشبوه وبقية مرافق الطاقة في عدن ومناطق الجنوب وهو ما أدى إلى جعل مرافق النفط والغاز خارج الخدمة واعتماد اليمن على الوقود المستورد بينما تذهب إرادات قطاعات الطاقة لشخصيات جديدة قديمة مثل أحمد العيسي الذي يدير عمليات مشبوهة تحت اسم توريد الوقود لعدا طول الصراع في اليمن أنتج تفشيا للفساد داخل المؤسسات العسكرية فالفساد العسكري بحسب مركز صنعاء أظهر في زمن صالح ما يعرف بالجنود الأشباح وهم عبارة عن أسماء وهمية في جداول الرواتب العسكرية ويؤكد المركز أن هؤلاء الجنود وجدوا مكانا لهم في ألوية عسكرية تعمل في نطاق حكومة الشرعية المعترف بها دوليا تشضي البلاد وأقلمتها وفق تقرير مركز صنعاء سمح بنشي مؤسسات موازية لمؤسسات الدولة وأوجد شبكات مستوردين حتى بين الأطراف المتصارعة لأغراض الكسب الخاص على حساب يمن متجه نحو عالم المجاعة